أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامككم خدماتي لا صوت يعلو فوق صوت لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك هذا النداء الشهير أو هذا الحلم اللي بيحلم به عدد كبير من المواطنين التلبية التلبية حول بيت الله الحرام السفر إلى أراضي المقدسة خلال أيام المقبلة هيبدأ تفويج الحجيج إلى الأراضي المقدسة وزارة الداخلية بدأت استعدادات مكبرة من قبل وزارة الداخلية وفقا لتوجهات وزير الداخلية علشان بحثة وزارة الداخلية المتواجدة في الأراضي المقدسة تقدر تقدم تسهيلات وخدمات كبيرة لضيوف الرحمن اللي هيبدأوا يتوفدوا على الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام وزارة الداخلية كانت اشترضت عدة شروط أو يعني في عدة شروط مطلوبة كمان السلطات السعودية بتشدد على هذه الاشتراطات قبل السفر للحج لعل أبرزها أن يكون الشخص الفائز بفرصة الحج أن يكون قد حصل على لقاحات كورونا طب إيها اللقاحات المطلوبة اللقاحين اللقاح الجرعة الأولى والجرعة الثانية ثم الجرعة التعزيزية يكون حاصل عليها في حوالي 6 شهور من تاريخ السفر كمان يكون عنده شهادة طبية من وزارة الصحة معتمدة رسمياً بتفيد خلوه من الأمراض الأمراض اللي بتمنع السفر واللي أعلنت عنها وزارة الداخلية كمان هتكون هناك بعثة من الأطباء موجودة مرفقة لبحثة وزارة الداخلية هؤلاء الأطباء مهمتهم أثناء التوجدهم في الأراضي المقدسة متابعة الحجيج متابعة ضيوف الرحمن خاصة من كبار الثن اللي أحياناً بيشعروا بالإرهاق خاصة في بعض المناسك وخاصة في منسك عرفات وفي ميناء وهذه المناسك اللي بتتطلب جهد إلى حد ما وتحرك إلى حد ما عشان كده البعثات الطبية بتكون مرفقة لحجاج عشان تسهل عليهم علشان تصرف لهم الأدوية علشان تقدر تعيدهم لنشاطهم مرة أخرى علشان يؤدوا الحج بيه سهولة ويسر كمان المستشفيات السعودية في المملكة العربية السعودية بتقدم عظمة يعني بتقدم خدمات طبية جليلة ويعني السعودية بصفة عامة بتقدم يعني هذا العام منظومة متناغمة في خدمة حجيج بيت الله الحرام وفي تسهلات عديدة وفي أمور مبشرة لهذا الموسم إن شاء الله هذا الموسم نتمنى وإن شاء الله ناجحا بإذن الله يعني كل التوفيق وحج مبرور لكل الأشخاص الذين يعني فازوا ونالوا هذا الشرف العظيم لزيارة بيت الله الحرام وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ربنا إن شاء الله يكتبها للجميع وإن شاء الله إحنا هنا في برنامج خدماتي هنشرح لكم أول بأول كل الأمور الخاصة ومتعلقة ببحثة الحج وهنطمنكم عن أريبكم وهنطمنكم عن زويكم وكمان للحجاج المسافرين هنقول لهم تعملوا إيه وما تعملوش إيه علشان تروحوا وتلوق الأمور سهلة وبسيطة وإن شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلام وحج مبرور وزنب مغفور وانتظرونا وحلقات جديدة وبرنامجكم خدماتي دماتي